قبل ما اطلع فاصل بالتأكيد كمان يا جماعة عندنا المشاهد اللي هي المتعلقة يميش رمضان الناس في ظل ارتفاع الاسعار مش هيبقى بيهمها يميش رمضان هتستحمل يعني لكن انا اكبر مخاوفي ان الناس تتعامل مع يميش رمضان بعد كده على انه نوع من الزكريات القديمة الحالمة والموروث القديم فاكر يا ابني لما كان بنشوف التين والقراصية والزبيب وجوز الهند واليميش وامر الدين وكان يبقى عندنا بكميات كبيرة فيقول له فاكر يا ابو يا ابو بتاع ويعود الاسرة هنا تستعيد ذكريات مع اليميش اللي بعرضه ده مش علشان الناس مش هقول انه ده ارتفاع اسعار اليميش او حاجة الناس اللي مش لقى يتاكل يعني واللي ارتفعت اسعار الادوية والمأكولات الغذائية مش هيمها اليميش ولا حيبقى ضيطها بس تعالوا استعيد معاكم ذكريات كانت مع بعض البيوت وهم بيعودوا مع بعض دلوقتي ويقولوا حكاياتهم والجدة تحكي لحفيدتها حكايات قبل النوم عن امر الدين وعن اليميش والمكسرات اللي حتشوفوا الاسعار دلوقتي وحتصطادموا يعني اشتركوا في القناة باقتراب حلول شهر رمضان تستعد الاسواق المصرية بتوفير انواع اليميش المختلفة والتي تعد طقسا رمضانيا لا بد منه لكن ارتفاع اسعار اليميش هذا العام الى الضعف يجعله خارج استطاعة غالبية الشعب المصري الاسعار اليميش ايه السنة غالية 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 يعني اغلى مسالفات بالدفع على طول وعلى أغلى أغلى ما نجيب عشان بنودل ولادنا وحاجة زكادة حدودك الاسعار السنة دي هي زائدة شوية ما سيقول لها هيبقى متناول في قيد الجمهور يعني الزمون هيجي مثلا هياخد كيلو هيبقى مثلا نص الزمون اللي بياخد نص هيبقى ربع وياريد حدودك عايزين نشجع المنتج بتاعنا المصري لانو شجعنا المنتج بمصري بتاعنا مشبقين ايه لن عوقب خالص العقبة عندنا في عودة الخواجر هي دي العقبة اللي عندنا بس اللي بتجي تطل James مستورد لا دا أمرizzين مستورد حدودك الأمرizzين المستورده فيه أمرizzين مصري بيسمه معين فعلا من المستورد بس مش عارف هي عودة الشعب المصري عند المستورد هي دي المشكلة الزيبون بييجي يقولك ايه بدأ دلوات بيجي سألويمش بيجي سألويمش عندك أمار الدين نقول عندنا أمار الدين عندنا سوريا عندنا مصري ورق من المصر نضيف يعني المصر أجود من السودية مئة مرة آه بيجسع يومش آه بيجسع يومش كم بكم 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 سمع أسعار واقع بعد ويمش اليمش السنة دي غالي وكل حاجة في اليمش غالية والبلع غالي والناس تعبانا ما فيش الأسعار كلها زادت أكتر من 40% الأسعار غالية مكرنة بالسنة اللي فاتت الأسعار الدعفة تمام بس الحمد لله أني في حاجات موجودة يعني في حاجات في حاجات كويسة الناس مش طالف تشتريها أنا واحد من الناس بعد ما كنت بجيب كيلو من كل حاجة بقيت أجيب في حاجات جبتها نص وفي حاجات جبتها كيلو لربع تمام عشان الأسعار اللي عنده بطاعة 2016 بحها بسعر 2017 اللي عنده بطاعة 2016 بحها بسعر 2017 والضحية الزبون وبيع القطاعي يعني ببيع القطاعي جايب بطاعة مديون وماضي شيكات وجاي له رعبه في المحل من الغلاو يعني عشان إيه محدش يقولك الزبون تجري القطاعي لتجزئة مثلا هو اللي عمل كده لا أسباب ارتفاع أسعار اليميش والبلح السنادي أن مجموعة من كبار التجار ورجال الأعمال استحوزوا على السلع وبيبعوها بالسعر اللي هم عايزينه حضري يا فندم إزاي فيه ركود في السوق وبيقولوا الحاجة غالية يا فندم 90% من اليميش الموجود في جمهورة مصر العربية ولهنزل الأسواق مخزن في التلاجات عنده الكبار زلت اشتريت ايه نهار؟ أنا شتريت بلح وهاجات بس بتاع رمضان اللي هي المكارونا والرز والسكر والهاجات دي يعني عشان قطر شو تشتري يميش مكسرات؟ بلح بس يميش البلح الشعب دلوقتي حاليا من 6 وانت طالعها السنة اللي فاتت كان النظامي 2 جنيه 3 جنيه دلوقتي من 6 جنيه وانت طالع اللي هو البلح شعالت عن مكسرات؟ المكسرات كلها برضو عليها بالنسبة نجيبها من باب البحر الأسعار كلها بالنسبة للمكسرات والبلح ونيميش كلها رائحة بدلوقتي اشتركوا في القناة